بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة صدق الله العلي العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يوفقكم لمرضاته وطاعاته ببركة الصلاة على محمد وآله الله سبحانه وتعالى له خلق كثير لا يعد ولا يحصى كل هذا الخلق باستثناء الإنسان والجن والملائكة مسير وليس مخيرا الحيوانات مسيرة الله سبحانه وتعالى جعل فيها غريزة هذه الغريزة تتحكم فيها ولذلك الحيوانات لا تطور فيها يعني قبل مليون سنة هذه الحيوانات كانت بكيفية والآن هي بنفس الكيفية النحلة قبل ملايين السنين كانت تبني بيتها بنفس الطريقة التي الآن تبنيه وإلى الآخر هكذا الاستثناء الإنسان والجن والملائكة هي سموه كلامنا حول الجن وحول الملائكة كلامنا حول الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق خلقا مخيرا ورزقه أدوات الاختيار أولا العقل والنفس والهوى وما إلى ذلك هذه أدوات الاختيار للإنسان وهذا تفضيل للإنسان على بقية الموجودات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وبحث التفضيل بين الموجودات هذا أمر واقع ولا إشكال فيه وهو مطابق للحكمة لأن الخلق أن يكون كله بطريقة واحدة هذا خلاف الحكمة وهذا بحثه في مكان آخر فالإنسان فضل على غيره بعقله وهو منشأ اختياره الإنسان يتمكن من الاختيار وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى الآن احنا كم نوع من أنواع الحيوانات عندنا مع الحشرات ملايين الأنواع الحشرات هي حسب بعض التقارير العلمية عندنا ستة ملايين نوع من أنواع الحشرات هذا اللي مكشوف لحد الآن مكتشف وإلا هي أكثر لأنه كل فترة يكتشف موجودات أخرى عشرات الألوف بل مئات الألوف من الموجودات البحرية وكذلك من سائر الحيوانات الإنسان فضل بأنه له عقل وله اختيار الله سبحانه وتعالى فضل الإنسان بذلك وفي نفس الوقت وفي الوقت نفسه الذي جعله مختارا يتمكن من اختيار الخير ومن اختيار الشر في نفس الوقت هيئ له مقدمات الصلاح فجانب الخير هو الغالب في الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى مهيئ المقدمات أول شيء الفطرة الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة كل إنسان الخير فطرة الله التي فطر الناس عليها وفي الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطرة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق إلا الخير الله لا يخلق إلا الخير إذا أكو شر هذا الشر ينشأ من الإنسان أو من الجن كل شيء الله خلاقه خير خير محف الشر ينشأ من الإنسان أو من الجن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وإلا كل موجود الله خالق خير حتى إبليس الله خلقه خيرا لكن هو بسوء اختياره صار إبليس فرعون الله سبحانه وتعالى خلقه خيرا هو بسوء اختياره صار فرعون فأولا الفطرة وهذه المرحلة الأولى الشيء الثاني العقل لأنه على الأصح الفطرة غير العقل شيء آخر الإنسان العقل هذا العقل حجة الله الباطنة لأن الله سبحانه وتعالى له حجتان حجة ظاهرة هي الأنبياء والرسل وحجة باطنة وهي العقل ولذلك الناس كانوا في فترة من الرسل ماكوا أنبياء لم يبلغهم دين لم يبلغهم نبي هذا الإنسان إذا عنده عقل وما يعمل طبق عقله معاقب عقلك كان يقول لك القتل قبيح عقلك يقول لك الظلم قبيح لماذا ظلمت ما تقدر تقول أنه أنا ما سمعت كلام الأنبياء أو لم أدر بوجود الأنبياء عقلك كان يقول لك هذا قبيح لماذا لم تعمل على طبق عقلك ولذلك في الآية الشريفة أكو الله سبحانه وتعالى يقول إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم عسى يمكن هذا مستضعف من الرجال والنساء والولدان لماذا لا يقول الله أولئك يغفر الله لهم عسى لماذا لأن تركهم للدين مشوب بالتقصير عندك عقل حتى لو هو مستضعف عنده عقل لماذا لم يعمل طبق عقله فقصور مشوب بالتقصير يمكن الله يغفر له ويمكن لا يغفر له لأنه خالف عقله هذا أيضا أمر كل إنسان عاقل هذه الحجة الباطنية موجودة فيه تسوقه إلى الخير ولذلك حتى أصحاب الشر في قرارة نفسهم يعلمون أن عملهم شر ويحبون الخير أحب الصالحين ولست منهم ولذلك أنت إذا نسبت إلى صاحب شر شر ينزعج لماذا ينزعج؟ لأنه يعلم أنه شر ولو هو يدري أنه يفعل بذلك الشر إذا واحد كذاب أنت قلت له كذاب ينزعج لماذا؟ لأنه يدري أنه عمل هذا قبيح ولذا في حديث في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما معناه أنه كفى بالعلم فخرا أنه إذا أنت نسبت للجاهل أنه عالم يفرح وكفى بالجاهل على كل حال سوءا أنه إذا قلت للجاهل أنت جاهل ينزعج هذا الأمر الثاني الله سبحانه وتعالى إضافة إلى الفطر وإضافة إلى العقل أرسل الأنبياء والرسل وفي نهج البلاغة ليثيروا لهم دفائن العقول هذا أيضا من لطف الله سبحانه وتعالى على الإنسان لأنه في بعض الأحيان التربية تكون تربية سيئة الإنسان يغطى على عقله بعض الأحيان يطول عليه الدهر عادات الآباء الأجداد كذا هيتسبب أنه لا يلتفت كثيرا إلى عقله يدفن عقله تحت ركام الأنبياء يثير لهم دفائن العقول الأنبياء والأوصياء ومن اليوم الأول الله سبحانه وتعالى أول إنسان خلقه خلقه نبيا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام والحجة من يوم آدم مستمرة إلى يوم القيامة لا يوجد زمان انقطعت فيه الحجة إما نبي أو وصي نبي إما ظاهر مشهور أو خائف مغمور حسب كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة عليه الصلاة والسلام وبعد الأنبياء الأوصياء ماذا يفعل الأنبياء عمل الأنبياء الأساسي هو الموعظة الموعظة الكلام الذي يرق له القلب كما يقول خليل بن أحمد الفراهيدي فكلام يرق له القلب يقال له موعظة عمل الأنبياء الموعظة هذا كان عملهم يعني يرون القبيح فيبينون قبحه ويرون الحسن ويبينون حسنه والقرآن الكريم مليء بالمواعظ بل القرآن من أوله إلى آخره موعظة القرآن يذكر بالآخرة لماذا يذكر بالآخرة لأن الإنسان حينما يعلم بأنه مجازى بعمله يرتدع إذا كان العمل قبيحا لذا القرآن الكريم أنتوا الآن صفحوا القرآن في كل صفحة من صفحات القرآن أكو ذكر للآخرة من الصفحة الأولى مالك يوم الدين الصفحة الثانية وبالآخرة هم يوقنون الصفحة الثالثة الرابعة إلى الصفحات الأخيرة من القرآن كل صفحة فيها ذكر للآخرة والاستثناء لأن هذا يذكر الإنسان وكذلك القرآن مليء بالمواعظ ويأمرنا بأن نتعذ لأن الإنسان بعض الأحيان يغفل وهذه الغفلة تسبب له المشاكل الله سبحانه وتعالى هيا للإنسان أيضا المواعظ مستمرة أولا في القرآن كل مواعظة الإنسان في الصلاة يقرأ القرآن في مواعظة نفس الصلاة هي مواعظة تذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى المواعظة المواعظة التي يراها أمير المؤمنين عليه السلام يقول كفى بالموت واعظة يقولون الإنسان فجأة مات ماكو واحد فجأة يموت لماذا؟ لأنه الإنسان الله سبحانه وتعالى يطيل إشارات دائمة هذه الإشارات تقول له أنه يلا هيئ نفسك زيان؟ حتى إذا جاءه الموت يكون مهيئ أول شيء بياض الشعر يعني مو أول شيء هذا من أواخر الأمور الشعر يقول نظر في المرآة فرأى بياضا في لحيته قال شعر من جملة أول خيط من الكفن هذا أول خيط من الكفن نسج له عندما الإنسان يرى أباه مات يرى أمه ماتت أقرباءه كل يوم يستمع في المآذن أن فلان مات هذا موعظة إلى طبعا الإنسان يمكن يغفل وفي الحديث الشريف ما رأيته يقين أشبه بشك من الموت كل الناس يعلمون علم اليقين أنهم يموتون ولكن لا يعملون لهذا الموت وللآخرة كأنهم في شك منه بل كأنهم يقطعون بعدمه المواعظ اللفظية مليئة المواعظ في الأعمال مليئة الله سبحانه وتعالى أفعاله مليئة بالمواعظ ينبغي علينا أن نتعذ من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن لطفه الله لطيف بعباده واللطف إلى معاني بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعني يعلم بشيء لطيف الدقيق جدا لا يمكن أن يرى ومن معاني اللطف البر الله سبحانه وتعالى بار بعباده لطيف بعباده يعني بار من البر الله سبحانه وتعالى من أسماء البر هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى من أسماء اللطيف يعني بار بعباده حسب أحد المعاني لكلمة اللطف ولذلك هيأكل شيء لسعادة الإنسان حتى يسمو إلى الدرجات العالية الحيوانات لها حد لكن الإنسان لا حد له إلى درجات عالية يمكنه أن يكسب تلك الدرجات بعمله وبفكره وبتفكره الآية الشريفة قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة إذا في الجامع فأفضل إذا مو في الجامع وحدك ثم تتفكر الفكر لأن الفكر هو الذي يقدم الإنسان من لطف الله سبحانه وتعالى أن جعل ذكره دائما في كل وقت الأمور التي تعظى الإنسان موجودة في كل وقت بسم اللطف الله علينا نحن جميعا من الموالين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه الله سبحانه وتعالى بث المناسبات في كل السنة ما من شهر إلا وفيه مناسبة والأم عليهم الصلاة والسلام طلبوا مننا أن نحيي هذه المناسبات لأنها إحياء لأمرهم أحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا لا يمر شهر إلا وفيه وفاة أو مولد أو مناسبة أو شيء من هذا القبيل ويطلب من الإنسان أن يتذكر في هذه المناسبات يتعظ يحضر مجلس يفكر وكذلك جعل أماكن الله سبحانه وتعالى جعل أماكن وبقاء أحب أن يعبد في هذه البقاء يحب تلك البقاء لماذا جعل تلك البقاء للناس مكة إن أول بيت وضع للناس قال الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلينا الله هو الغني ولكن وضعه للناس وكذلك مراقد الأئمة عليهم الصلاة والسلام بثها في أماكن مختلفة حتى هذه البقاء الإنسان يستفيد منها يتعظ يتذكر في الحديث الشريف أن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام مرض الآية تقول قل إنما أنا بشر مثلكم بشر مثلكم يعني من حيث الجسم أما من حيث المقامات فلا يقاس بهم أحد الوهابيين الآن يستدلون أي وقت يريد ينكر مقام من مقامات الرسول ولا إما يستدل بهذه الآية يقول إنما أنا بشر مثلكم مع أن هذه الآية ليست في صدد بيان المقامات ولا الرسول هو رسول من الله ونحن لسنا رسول من قبل الله سبحانه وتعالى الرسول معصوم ونحن لسنا معصومين واحد يقدر يقول أنه الرسول ليس بلا رسول لأنه بشر مثلنا وإحنا مو رسول فهو ليس برسول لا الآية ليست في مقامات النبي صلى الله عليه وآله وإنما في مقام بيان أن الرسول هو من جنس البشر وليس من جنس الملائكة لأن الملائكة لا يمكن الاقتداء بهم يعني ملك يسجد سجدة عشرة آلاف سنة نقدر نقتدي به؟ ملك ليس له شهوة الطعام نقدر نقتدي به؟ ملك لا ينام نتمكن من الاقتداء به؟ لا وفي آية أخرى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون حتى يمكن الاقتداء به قل إنما أنا بشر مثلكم رسول الله مثلكم رسول الله صلى الله عليه وآله من حيث تركيبة الجسم مثلنا وكذلك الأئمة ولذا يجري على أجسامهم ما يجري على أجسامنا من ضعف وشيب وموت على كل حال وسائر أعراض الجسم حتى يمكن الاقتداء بهم نرى كل خطوة من خطواتهم كيف خطوها نقتدي بهم فالإمام الهادي عليه الصلاة والسلام مرض فقال لأحد الشيعة وأعطاه مبلغا من المال وقال اذهب إلى قبر الحسين عليه الصلاة والسلام وادعو الله سبحانه وتعالى لشفائي فهذا استغرب قال أنت إمام مفروض الطاعة ودعاؤك مستجاب بس أحنا يمكن أدعيتنا لا تستجاب لأن الدعاء له شرائط اغفر لي الذنوبة التي تحبس الدعاء إلى شروط لكن الأنبياء والعمة دعائهم مستجاب وهذا واضح لأنه ما يحجب استجابة دعائهم لا يوجد فاستغرب أنت إمام مفترض الطاعة مستجاب الدعاء وأنت يدعو والله يشافيك فالإمام عليه الصلاة والسلام أجابه الإمام الهادي قال إن لله بقاع يحب أن يعبد فيها أو أن يدعى فيها هناك بقاع الله سبحانه وتعالى يحب أنه يكون الدعاء في تلك البقاع صحيح أن يجوز لي أن أدعو هنا ومن أي مكان والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم ولكن خصص موضع قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بخصوصية واستجابة الدعاء تحت قبته يحب أن يدعى في هذا المكان هذه البقاع المتبركة بقاع الله سبحانه وتعالى له في تلك البقاع نفحات لأنه الزمان بعض الأزمنة أزمنة سعد وبعض الأزمنة أزمنة نحس في يوم نحس مستمر في أيام النحسات في آية أخرى هناك أيام نحس وفي هناك أيام فيها سعد بعض الأيام الله سبحانه وتعالى له في تلك الأيام نفحات الإنسان لازم يتعرض لهذه النفحات مثل شهر رمضان الكريم شهر شعبان شهر رجب وهناك بعض الأماكن الله سبحانه وتعالى له في تلك الأماكن نفحات أيضا طبعا في كل مكان الله له نفحات ولكن بعض الأماكن لها خصوصية وزيادة خصوصية الإنسان لازم يعرض نفسه لهذه النفحات شايفين الآن احنا في حر شديد الإنسان يدخل في الغرفة شوف المكيف ويقف أمام المكيف ينتعش هذا الهواء اللطيف البارد ينعشه عرض نفسه لهذا الهواء البارد تشبيه هذا المحسوس للمعقول بالمحسوس الله سبحانه وتعالى أيضا إلى النفحات عرض نفسك لهذه النفحات من تلك النفحات الموجودة في بقاع أحب الله سبحانه وتعالى أن يعبد في هذه البقاع ومن أفضل تلك البقاع مراقد الأئمة وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى جعل نفحاته نفحاته في تلك المناطق أكثر من كثير من الأماكن الأخرى الإنسان يستفيد من هذه النفحات إذا أنتم تشرفتم لزيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ولزيارة فاطمة المعصومة عليه السلام وهناك مزارات أخرى أيضا الإنسان في هذه الفترة منقطع عن جميع ارتباطاته وهو في بلده ارتباطاته في العمل ارتباطاته في البيت ارتباطاته في الاجتماع زين إذا ربت بيت ارتباطه في داخل البيت مثلا بتهيئة الطعام والتنظيف وما إلى ذلك إذا هو طالب ارتباطه بمدرسته بحوزته بأي شيء كله منقطع منه ما عنده أي التزام في السفر وقت بيده 24 ساعة وجاء في مكان فيه النفحات القدسية تترى حس إذا واحد انحرم من هذه النفحات فهو الشقي في شهر رمضان رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر خطبة من شهر شعبان قال فإن الشقي من حرم رضوان الله في شهر رمضان في هذا الشهر يعني شهر رمضان إذا هذه النفحات موجودة واحد انحرم منها هو شقي لماذا؟ لأنه حرم نفسه جاية هذه الرحمة هو منع نفسه ومنع الرحمة من أن تناله إحنا علينا أن نستفيد من هذه الفرص أحسن الاستفادة تكو بعض الناس تسأله ما يحضر بعض المجالس نقول ليش ما تحضر المجلس يقول كلامه هذا الخطيب مكرر مثلا ما يفيدنا ليش ما يفيدك الكلام المكرر؟ إذا في موعظة لماذا لا يفيدك؟ يعني إذا واحد باليوم سمع مئة مرة يقال له اتق الله بيشكال؟ ألف مرة سمع مليون مرة سمع بيشكال؟ لا الصلاة التي نحن نصليها شنو هي؟ تكرار لماذا هذا التكرار؟ سؤال لأن الإنسان يحتاج مثل ما الطعام اللي ناكله إحنا كل يوم ناكل طعام زين؟ لماذا ناكل الطعام؟ والرز غالبا هو الطعام الأساسي ليش ناكل الرز كل يوم؟ لأن الجسم يحتاج حتى لو مكرر نعم إذا يكون منوع يكون أفضل لكن حتى إذا كان مكرر الجسم الإنسان يحتاج روح الإنسان كذلك تحتاج تحتاج إلى موعظة الإنسان يحتاج دائما يقال له اتق الله دائما الإنسان يحتاج أن يذكر بالآخرة دائما الإنسان يحتاج لأن يذكر بفضاء أهل البيت عليه الصلاة والسلام دائما يحتاج أن يذكر بمصائبهم أيضا لكي يرق قلبه ويرتبط بالله سبحانه وتعالى أكثر لأن القلب الرقيق يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يجعله مكان قابل للموعظة تزور زيارة مكررة خل تكون زيارة مكررة تصلي صلاة مكررة خل تكون مكررة ما دام فيها موعظة ما دام تذكر الإنسان ما دام هي مقدمة لرقي الإنسان ولسموه فليكن فلذلك علينا جميعا أن نستفيد من هذه الأيام المباركة وهذه البقاع المشرفة أحسن استفادة رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي حتى تورمت قدماه ونزلت هذه الآية طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الإمام أمير الممين عليه الصلاة والسلام كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة الإمام زين العابدين كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة حتى أنه كان بعض الأحيان يقرض تقرض جبهته بسبب كثرة السجود لأن الجلد يصير خشن يصير خشن يصير خشن يصير خشن بحيتي بحيث أنه يحبت أنه يحبت يقرض بلا تشفيه شايفين الإنسان في رجلة يحتاج بعض الأحيان على كل حال إلى إزالة الجلد الميت في رجله الخشن لماذا لكثرة احتكاك الرجل بالأرض كذلك الجبهة إذا كثر السجود تكون هكذا فقيل للإمام زين العابدين في عبادته وأن عبادتك مثل عبادة علي بن أبي طالب الإمام قال ومن يطيق عبادة علي بن أبي طالب من يطيق عبادته إمام معصوم مفترض الطاعة لا يعمل ذنب وهو يعلم بكل ذلك ويعلم درجة قربه إلى الله سبحانه وتعالى لماذا هكذا لكي يكون عبدا شكورا وأيضا المقامات العالية عند الله سبحانه وتعالى فسأحنا لا نقدر على ذلك وكما قال أمير المؤمنين ألا إنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد نستفيد من هذه الأيام المباركة لهذا الأمر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام طيلت حياته كان شهر شعبان ورجب ورمضان صائم ويقول ما تركت صوم هذه الأشهر الثلاثة من سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وآله ينادي المسلمين لصوم هذه الأشهر الثلاثة شهريا مستحب وشهر الثالث واجب شهر رمضان فأحنا نتمكن من أن نعرض أنفسنا لهذه النفحات القدسية في هذه الأماكن والله سبحانه وتعالى بار بعباده لطيف بعباده إذا الإنسان خطأ خطوة الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الإنسان بعين رحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم إن شاء الله تكونوا سالمين وترجعون إلى أهلكم سالمين وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر